بجدد الترحيب بكل حضراتكم ولازالت التغطية مستمرة لمتابعة كل التفاصيل الخاصة بمهرجان العالمين الجديدة في دورته الثانية والحيان منذ فعاليات الافتتاح شفنا النجاح الكبير في الدورة الثانية والافتتاح بينم عن مفاجآت كتير جدا السنة دي عندنا في مهرجان العالمين الجديدة عندنا اكتر من عشرين فعالية فنية وثقافية وعندنا كمان المسابقات الرياضية في اهتمام كبير انه يكون في استقطاب لكل الشرائح وكل الفئات العمرية عايزين نعرف التفاصيل اكتر عن الفعاليات اللي بتقاوم في المهرجان هنعرفها من الزميل موفد تلفزيون اليوم السابع احمد العدل اهلا بيك يا احمد اهلا بيك يا زرمين صباحا خير وصباحا خير على كل التفرج صباحا خير كنا بنتابع لحظة بلحظة الحقيقة وكنت انت عامل شغلة رائع بتنقل فعاليات الافتتاح لمهرجان العالمين عايزين نعرف منك ابرز الفعاليات اللي بتقام اليوم لانه قد يتبادر للازهان انه الفعاليات بتكون بس في الويك اند ومن خلال الحفلات الغنائية اللي بتقام فعايزين ننقل الصورة بشكل يعني موضح اكتر للمشاهدين متسكر جدا يا زرمين على كلام التفرجلو يعني احنا تمال الاجواء والمود في مدينة العالمين هي اللي بتاعدنا ان احنا نعمل شغل جميل يعني احنا تاعدين المكان قدامنا جميل ومساعد والناس كلها مفتوضة احنا بالتابعية بنعمل شغل جميل وعلى سنة حول انت صورة بالواقع انت بسؤالك النهاردة عن الاحناس الحقيقية مش بس في الويك اندات لأ المحضرات الغنائية كل يوم لغاية تلاتين اغسطس انشاء الله بالفعاليات لكل الحمار اللي تناسب المطرية كلها شباب اطفال طبعا صورة مشرفة شايفانا يا احمد لكن المشاهد عايز يعرف ايه المختلف السنة دي في الدورة التانية عن السنة اللي فاتت مش عارفة يعني روحة السنة اللي فاتت ولا بس احنا عندنا من ابرز الاختلافات السنة دي هو مسرح اليو ارينا اللي بتقام فيه الحفلات بالضبط يا جرمين يعني انا عايز اقولك اليو ارينا اتضاف من زي يوم حفلة الكنج محمد سنير وقبلها كانت سينة وديدي عملت طلة اكثر من رائعة بالتبكة السلسطينية وباغاني الاختينج كانت بداية قبل ما اطلع الكنج محمد سنير بعدها الكنج كانت في حفل كامل العدد الحفل كان مبسوط كان رائع كان جميل سلمناك كلها مبسوطين كانت في اليو ارينا اعداد كبيرة بمختلف الاعمار احنا كنا نتابعين يا جرمين بتريكيوني اليوم السابع بفيديوهات كنا بنبعاتها بالتمرار لرفاقاتنا. صحيح. كله اه كله مستمتع في حفلة الكنج. برضو من الحاجات اللي انت تتقالي عليها يا جرمين ان في فعاليات بانشطة غنائية او بحاجات غنائية لا ده في حاجات اجتماعية وثقافية. صحيح. صحيح. ورياضية. فكل حاجة يا جرمين شغالة كان بتجامب مع الانشطة الغنائية اللي بتحصل في نهاية كل اسبوع. كمان اللي كان لفت اسمح لي اللي كان لفت للنظر هو الارينا لان هي مصممة يعني خلينا نقول بمواصفات عالمية. بنتكلم نتستوعب اكتر من تلاتين الف شخص تقريبا صحيح كده? اه اسببت يا جرمين متواضح في خيام. وانت بكلمك عن ان الارينا مصممة باحدث يعني التصاميم والمواصفات العالمية بتستوعب اعداد كبيرة وده يمكن ان ششفناك حفلة الكنج وعلشان كده كانت الصورة مختلفة السنازي عند. ده خقيق. ده حقيقة جرمين وكمان التنظيم كانت اكثر من رائع. الضوارات عظامة جدا التخول الثالث وتهل للناس كلها تقدر تدخل من الجوابة اللي عارتها. يعني كل واحد داخل من الجوابة قارك هو داخل منين وهيتقرب ازاي داخل ثلاثة وسهولة ويسمح جدير جدا المصرح سبير. كل واقف مرتاح مفيش اي حاجة. فكل واقف بيسمع وبيتقصد باجواء المهرجان واجواء مدينة العالمين الجديدة. فالموت حلو من اجواء جميلة يا جيف. طبعا. انا برضو النقطة اللي حابب ان انا اوضحها يا جيدنين معلاش انا اسف. وهي نقطة الفعاليات اللي جنب بجنب مع حفلات الغنائية لبيتقصد. علشان الناس ما اتفهمش ان مهرجان العالمين ده مهرجان غنائي. بس لأ. دي فعاليات كيرة. ست مهرجانات قيبا بيندرجوا تحت مهرجان العالمين. بالضبط. يعني مثلا دي امتصة رياضية تحصل البارح كانت في بطولة كرة قدم. كان دي او البارح كانت في بطولة كرة طائرة طائرة شاطئية. كان في مكان برضو موجود من الحاجات الجميلة اللي موجودة في العالمين السنادي و هو مكان لرعاية الحيوانات اللي حتيفة. ده يعني برضو بيخص جلق جدير من العائلات اللي في جي مدينة في العالمين و بيجي تحصل. جميعهم حيوانات الفة مش عابين يواجهوها فين. ايه. لو خارجين بيتقربوا في المكان ده موجود الحيال. جيد برضو المكان اللي هو القرط او الفة الاريه. ده كل العيلة تقتر اللي هي. ايه. السمسطين ملات مطاحس. ايه. هم تكتير موجودة. زي ما بقول لك برضو. ايه. اه. اه. اهم وابرد الفعاليات هي فعاليات وزارة السفافة. ايه. ايه. ديرمين وزارة السفافة. النهاردة اشارك في النسخة تانية من مهارات العالمين. بأكثر من مئة فعالية السنانية في النسخة التانية من مهارات العالمين. ايه. طبعا. يعني اه. المتركة ما بين وصداف الثقافة وعدد مكتعات الوزارة الهيئة العربة لأكتور الثقافة والتنمية الثقافية البيت الفني الشعبية والسعاربية طبعا بالتعاون مع الشرطة بتاحدى الخدمات الاعلامية عدد كبير من العروض الصنورة السورتية والآبرا العرب والثقافات الشرقية دولكم لهم هيقوش أجلهم النهاردة ان شاء الله الغدث تمانية وعشرين أبوض النهاردة الساعة عشرة مساء سيكون تجايد يعني ايه اللي لفت انتباهك اللي عايز عارف الشريحة العمرية المتواجدة أكتر خلال الأيام اللي فاتت هل الشباب هل في حضور أكتر للعائلات الجميل السنة دي في النشخة التانية من المهرجان العالمين انها مش خاطر لفاقة معينة ده الحقيقة لحزناها وصورناها برد يعني المهرجان مش لشتبك فقط لا عائلات أسر معاهم أصفال زي ما قلت كله خارج مفضوط هي يعني دايما تقولي كده يا جرمين رحلة للأسرة المفضوطية من حد والترتيج والمتحة ده البساطة لو حطينا عنوان كده لحالة مهرجان العالمين في نشته التانية السنة دي حالة من المساط للأسرة المفضوطية بمختلف حمارات رائعة صحيح طبعاً اللي احنا شفناك ليلة أهم اللي فاتت يعني صورة مشرفة وأكتر من رائعة طيب خلينا نسألك عن أبرز الفعليات اللي بتقام بقى في الأسبوع هذا الأسبوع الأول والويك اند التاني عندنا طبعاً حفلة القيصر الفنان طبعاً الكبير قازم الساهرة يكون يوم الخميس المقبل وعندنا كمان أيقونة الغناء العربي الفنانة الكبيرة سيدة مجبأ الرومي يوم الجمعة المقبلة وأركسترا طبعاً بقيادة الموسيقار العالمي نادر عباسي يكلمنا أكتر كمان عن فعلياتها في الأسبوع وحفلات الويكادي انت كده يا همي كل الفصيل الفصص حرقت نصف إجابة حفلة القيصر النجمة الكبيرة ركاز الإنسان ستكون بردو في اليوم قريمة يوم 18 جوليو إن شاء الله هتكون يوم الخميس كل التكتف في المتلاب بيئاتها مش بس فنانين مصريين يا أحمد خلينا نقولي أننا عندنا كمان أشهر المطربين العرب أنت شايف إيه الرسالة اللي بتصل للمشاهد لما يكون فيه حرص على تواجد مش بس المطربين المصريين لأ كمان أشهر النجوم والمطربين العرب المهرجان بقى مهرجان ده دي يا جرمين يعني متأكس مهرجان بس مختصر على جمهور المصري فقط لا بقى جمهور من مختلف دول الوطن العربي بقى موجودين في المهرجان وبيحضروا فالمهرجان بقى شعاروا أن احنا عايزين مهرجان يرضي جميع الأزواف ومختلف الجنفيات فبقى بيقدم كل أنواع المطربين علشان كل مطرب بولي جمهوره فزي ما اتنا بتقول كازم الساهر من العراق العراقي المجد الكبير يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله النجمة الكبيرة هم نبدأ المجددات 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 هتكون يوم الجمعة طبعا متوقع إن هيتكون ليهم صدورت دي بكتروسا إن أغاميهم هتكون مدها مختلف مع مد العالمين والشماء فأتكون بأجواء مختلفة أو أجواء بسيئة أجواء رائعة إن شاء الله تخلص في القمعة 18 و 18 شاء الله طبعا ده تنوى ثقافي وتنوى ثني ده بيثري طبعا المهرجان وهو أكبر حدث ترفيه في الشرق الأوسط صحيح أنا بشكرك يا حمد شكرا جزيلا وبتمنى لك طبعا التوفيق وطبعا هنتابع معاك على مدار الأيام شكرا ليك الزميل أحمد العدل موفى التلفزيون اليوم السابع من مهرجان العالمين الجديدة في الدورة الثانية زي ما احنا ما شفنا الصورة الحقيقة كانت مشرفة ومبهرة خلال فعاليات الافتتاح للمهرجان زي ما قلنا عندنا ست مهرجانات بيقاموا أو بيندرجوا تحت مهرجان العالمين عندنا مهرجان الطعام طبعا ده حدث مهم جدا بايس باي دا سي ده هيكون أكبر أو أول مهرجان طعام في الساحل الشمالي من أكبر وأشهر الطهاء في مصر وعندنا طبعا لابتة ومهرجان المسرح وده بيكون مهم كمان مهرجان المسرح وتقديم العروض المسرحية وخلينا نقول يعني الترس على هذا التراث ده بيكون مهم جدا السنة دي عندنا مفاجآت كتيرة جدا في مهرجان العالمين لكن قبل ما اخطب ما حضرتكم خلينا أقولكم أنه لهذا يعني قررت الشركة المتحدة للخدمات العالمية تقصيص مساحة وقت إضافية في كل القنوات لنقل كل الفعاليات اللي بتقام في المهرجان سواء بنتكلم عن برامج جديدة أو فقرات جديدة لنقل كل الفعاليات الخاصة بالمهرجان علشان المواطنين اللي مش قادرين أنهم يروحوا من حقهم أنهم يشوفوا الفعاليات ويستمتعوا بالأجواء الجميلة الصورة بتنقل برضو الأجواء لكن أكيد على أرض الواقع بتكون مختلفة أكتر ففي عندنا برامج وفقرات كتير بتقام لنقل كل الفعاليات ده غير كمان قناة يو لايف اللي أطلقتها إدارة مهرجان العالمين هذا العام لنقل كل الفعاليات لحظة بالأحظة بشكر حضراتكم علق المتابعة ولسه بنتابع معكم كل التفاصيل الخاصة بالنهرجان العالمين الجديدة كلوا معنا دائما على شاشة اليو السلام شكرا 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 شكرا